كان وزير الخارجية سامح شكري قد عقد بالرياض لقاء سنائيا مغلقا مع نظري السعودي الأمير فيصل بن فرحان وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن اللقاء المغلق بين الوزيرين يأتي قبيل بدء اجتماع لجنة المتابعة وتشاور السياسي المصرية السعودية كان شكري قد بدأ زيارة إلى العاصمة السعودية الرياض حيث يشارك في اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والسعودية على مستوى لوزراء الخارجية بين البلدين